مع استمرار الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن منذ ثلاثة أسابيع على السفن الإسرائيلية نتيجة عدوان الاحتلال على قطاع غزة قامت شركات الشحن بتغيير مسار العديد من سفنها بعيداً عن البحر الأحمل وقناة السويس وأدى هذا التحول البعيد عن المسار الاعتيادي للسفن الإسرائيلية إلى إضافة 13 ألف كيلو متر وما بين 10 إلى 14 يوماً إلى جدولها الزمني الأمر الذي زاد من كلفة الشحن إذ ارتفعت أسعار الشحن على الخطوط بين آسيا والبحر الأبيض المتوسط بنسبة 9% في نوفمبر الماضي بينما زادت أسعار الشحن بين موانئ الصين وإسرائيل بنسبة تتراوح بين 16% و36% كما ارتفعت أسعار التأمين على شحن البضائع إلى إسرائيل حيث أضافت شركة زيم ما بين 20 إلى 100 دولار للتأمين على كل حاوية بينما رفعت شركة الشحن الألمانية باك لويد رسوم التأمين لكل حاوية من موانئ البحر الأبيض المتوسط إلى إسرائيل بمقدار 80 دولار وتعتمد إسرائيل على قناة السويس في نقل 30% من حركة حاوياتها البحرية حيث تبحر عبرها ما بين 50 إلى 60 سفينة يومية وتسعة عشر ألف سفينة سنوية وانعكست تلك الزيادة في تكاليف الشحن على السفن الإسرائيلية على أسعار السلع في السوق المحلية حسب تقرير نشره موقع غلوبس الإسرائيلي وتتوقع وكالة مودز للتصنيف الاعتماني أن يتسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في ارتفاع معدل التضخم في إسرائيل إلى نحو 7% خلال العام القادم وهو مستوى لم يسبق تسجيله منذ عام 2003 ترجمة نانسي قنقر